تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنية من الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني بمناسبة ذكرى الثالثة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني هذا نصها العم العزيز صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني ويشرفني أن أرفع إلى سموكم الكريم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع منتسبي الحرس الوطني أسمى آيات التهاني وأطيب التبركات بمناسبة ذكرى الثالثة والعشرين على تأسيس الحرس الوطني داعيا المولى عز وجل أن يعيد على سموكم هذه المناسبة العزيزة وأنتم تنعمونا بوافر من الصحة والعافية والعمر المديد مثمنين دعم سموكم الكريم للحرس الوطني منذ تأسيسه والذي ساهم في تطور قدراته وأمكانياته حتى أصبح بفضل الله تعالى على قدر كبير من الجاهزية والكفاءة في الحفاظ على أمن الوطني وسلامة بواطنيه والذود عن مقدراته ومكتسباته الحضارية تحت ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه حفظكم الله يا صاحب السمو ودمتم بعونه سالمين موفقين ابنكم الفريق أول الركن رئيس الحرس الوطني محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقية شكرين جوابية إلى سمو رئيس الحرس الوطني هذا نصها سمو الابن العزيز الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة حفظه الله رئيس الحرس الوطني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلقد تلقينا بالتقدير برقية سموكم الكريم المهنئ لنا بالذكرى الثالثة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني وأننا لنود في هذه المناسبة العزيزة أن نعبر لسموكم عن شكرنا وامتناننا لمشاعركم النبيلة التي نعتز بها كثيرا مؤكدين عزمنا على مواصلة دعم كل ما مشانه ترسيخ منظومة الأمن والأمان في بلدنا العزيز مشهدين بما تبدلونه سموكم وجميع منتسبي الحرس الوطني من جهود كبيرة مخلصة ومتواصلة إسهاما في الحفاظ على مقدرات ومكتسبات وطنين الحبيب كما ونود أن نعبر عن خالص تمنياتنا لسموكم وجميع منتسبي الحرس الوطني بالتوفيق والسداد في كافة جهودكم التي تبدلونها إسهاما فيما نسعى إليه جميعا من نهضة وتقدم وعزة لبلدنا العزيز في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه عاهل البلاد المفدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء